أجمل وأروع ما فيه جهاز مخابرات يعني بداية هذا الجهاز أنا أراه بعيدا عن الطائفية نوعا ما أنا يعني عرفته من دخلت يعني وتعاونه في مجالات كثيرة تعرف يعني موضوع داعش وغير داعش ومخدرات وحتى الآثار يعني فعلا عندما تتكلم عن جهاز يعمل بصمت وجهاز مخابرات لأن ليس لديهم إعلام وليس لديهم ناطق إعلامي وليس لديهم خلية إعلام معينة إنما يعملون ضمن عدم ممثل بخلية الإعلام الأمني يصدرون بياناتهم كثير من العمليات يعني ثقية يعني يعني ما أريد يعني أكيد لديهم لهم المتح كثيرا لكن هم يستحقون أمانة يعني يستحقون هذا الشيء لكن كثير من العمليات اللي جرت في الصحراء أو غير الصحراء كان ضباط المخابرات موجودين بيها وهم يستقون المعلومات والله أكو عمليات يعني أنا مرات أحزن أكو عمليات عندهم لو نشرت لو نشرت يعني قد يتفاجئ الكثير من العراقيين بهذه القصص يعني يتفاجئون كثيرا معقولة يعني هذا جهز مخابرات في الصحراء وكيف استطاعوا معرفة مكان البغدادي والجزرة وغزوان الزوبة يا ابو تفجيل الكرادة وكيف جلبوهم من أماكن خارج العراق دول مجاورة وغير مجاورة هذه القصص يعني لو تسمحها لكن للأسف يعني هم يرفضون يعني كثير من المرات أقول لهم خلي الناس تطلع على أعمالكم يرفضون هذا الشيء يعتبرون أنه جهاز مخابرات يعني يجب أن يكون يعني لديهم الكتبان شيء كبير جدا والأسف يعني هذا الجهاز لحدنا لم يقر له قانون كقانون جهاز مخابرات كل هذا العمل وهم بدون قانون تعرف القانون المهم للتخصيصات المالية المكافآت للمناصب يعني للأسف أتمنى أن يتم التعجيد بموضوع قانون جهاز مخابرات